أما حرامية السلع الاستراتيجية فكان اليوم نصيب من مناقشات ومدولات مجلس النواب النائب أحمد مقلت قد من نهاردة مخترح بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهل طالب من خلال هذا التعديل وأنا بأييده جدا بأيقاب أي شخص يحاول إخفاء السلع وحبسها عن السوق بالسجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه كعقوبة وفي حال العودة تكون العقوبة السجن خمس سنوات وتضع قيمة الغرامة هل ده منطقي؟ آه نحن في مرحلة صعبة جدا فإذ لم يرتدع من يرتدع بضميره يرضعه القانون